السلام عليكم أصدقائي تحياتي إلى متابعينا من كل مكان أهم الأنباء والأحداث اللي تحصل بألمانيا اللي يتناقلها الإعلام الألماني بالساعات الأخيرة أول أمر راح نبدأ به هو من هو حاكم ألمانيا الجديد ولمن تشير التقارير بأنه يقترب من حكم ألمانيا راح نتكلم بهذا الفيديو عن آخر التسريبات وعن أهداف الحكومة الألمانية القادمة مهما كانت أصدقائي تزداد التفاهمات الآن بين تحالف إشارات المرور اللي هو دي أمبل كوالتسيون وهذا التحالف هو يمثل الحزب الاشتراكي اللي رمزه باللون الأحمر ومرشحة أولاف شولتس لمنصب المستشارية والخضر اللي رمزه اللون الأخضر والديمقراطة الحر الذي يتميز باللون الأصفر وتزداد الأمور التي يقدمون فيها تنوزلات بين بعضهم وهذا الأمور يزيد من فرص أولاف شولتس ويقرب أكثر لمنصب المستشار بينما يبتعد الأونيون أو حزب المستشار أنجلا ميركل ومرشحة أرميل لشت من هذا المنصب يوما بعد يوما آخر الأمين العام للحزب الاشتراكي الاس بي دي اللي اسمه كلينك بيل هذا الرجل يعني خرج بعد مفاوضات طويلة حصلت للحزب الاشتراكي مع شركاء الجدد المفترضين اللي هو الخضر والديمقراطي الحر المفاوضات دامت لمدة ستة ساعات مع الأحزاب الأخرى وقال نحن نحرس تقدم كبير ونقترب من حسم منصب المستشارية لأولاف شولتس طبعا الأحزاب الثلاثة اللي داخل في هذا التحالف اللي من المفترض أن يصبح أولاف شولتس مستشار ألمانيا القادم ولكن لا شيء مضمون بالسياسة ولكن الترجحات أو يعني الأنباء والتسريبات تشير إلى هذا الأمر يريدون تطوير الديكتاليزيغونك في ألمانيا اللي هو الرغمانة ويريدون حماية المناخ بطرق عديدة ويعني طبعا هذا الأمر هو حسب الرغبة الأساسية لحزب الخضر هناك أشياء أساسية يريدون تغييرها بخصوص العائلة وأمور الجنسية وأمور الطفل سوف نأتي عليها بسياق هذا الفيديو لذلك أصدقائي يبقوا معي إلى نهاية هذا التقرير أصدقائي في بداية الأمر يجب ذكر استطلاعات الرأي التي يتم تنظيمها في ألمانيا من قبل جهات رسمية وتم نشرها في القناة الألمانية الأولى وموقع تاقس يو الأخباري يريد غالبية الألمان 63% يريدون أن يحكمهم أولاف شولتس مرشح الأسبيدي القادم من تحالف الأمبل المفترض أنه يحصل في ألمانيا وهذه الاستطلاعات وهذا الاستطلاع أيضاً لهو 63% هي دعم لاجتماعات التحالف الأمبل تحالف إشارات المرور 53% من سكان ألمانيا يعتقدون أن إشارات المرور تحالف أولاف شولتس أسبيدي قغونة والأف دي بي يعتقدون أن إشارات المرور تحالف جيد لألمانيا وبالمناسبة هي أغلبية ضئيلة 43% يرون أن هذا التحالف هو تحالف سيء 25% من سكان ألمانيا أو من المستطلع آراءهم يؤيدون تحالف جامايكا الذي يتكون من أحزاب ألوان شعاراتها تمثل علم دولة جامايكا مثل حزب ميركل باللون الأسود وحزب الخضر بالرمزة يعني باللون الأخضر والديمقراطي الحر بالرمز الأصفر 70% يرون أن التحالف جامايكا هو تحالف سيء وفاشل يعني هذا التحالف الذي مفترض أن يصبح السيد أرمان لاشت مستشار ألمانيا عن طريقة 63% أصدقائي يريدون أولاف شولتس ويقولون يجب أن يصبح مستشار ألمانيا لأنه يعني هذا شيء جيد 74% يرون أن أرمان لاشت لا يجب أن يصبح مستشار لألمانيا لأنه غير مناسب وهو غير جيد لحكم ألمانيا الآن أصدقائي سوف نتكلم باختصار عن تغييرات التي يريد فعلها تحالف إشارات المرور في حال حكمة لألمانيا أو في حال تشكيلة للحكومة الألمانية وهو أمر قريب جدا والاعتقاد الأكبر بأنه أولاف شولتس وهذا التحالف سوف يحكمون ألمانيا ويشكلون الحكومة أولا العائلة الخضر والحزب الديمقراطي الحر اللي هو الجزء الأساسي من هذا التحالف يريدون تغيير مفهوم العائلة التي نعرفها جميعا أو أغلبنا بالوقت الحالي بأنها تتكاول من أب وأم وأولاد لهم مسؤولية قانونية بين بعضهم يريدون هذه الأحزاب الخضر والديمقراطي الحر جعل مفهوم العائلة ينطبق على من يعيشون معا مهما كانوا سواء أصدقاء أو زملاء عمل أو صديق مع صديقته مثلا الرجل أعزب تعيش زميلته معه بالمنزل للعناب الأطفال عند عمله أو العكس يريدون أن يصبح مفهوم العائلة يطال هذه الفئات وأن يتم منحهم الميزات نفسها التي تحصل عليها العائلة القانونية المعروفة بالوقت الحالي مثل إجازات الوالدين وموضوع الألترانجلد اللي هي نقود الوالدين أثناء الولادة يعني التسلسل الضريبي أحدهم اشتوع كلاسة غاية أحدهم يعني تسلسل الآخر ويريدون تأسيس ميثاق يسمى ميثاق العيش معا هذا بالنسبة إلى موضوع العائلة الذي من الممكن أن يطبق في حال فوز أولاف شولتس أو تحالف إشارات المرور ويعني شك الحكومة لألمانيا هذا أمر مؤكد جدا الموضوع الثاني هي مزايا أكثر للأطفال يريدون أن يتم العناية بالأطفال بشكل أكبر بكثير من الوقت الحالي ويريد حزب الخضر تحديدا يعني يريد هذا الحزب أن يحصل أطفال خصوصا بالعائلات الفقيرة على مبلغ مالي كبير مقطوع بدلا من تقديم طلبات عديدة لكي يحصل الطفل على حقوقه يريدون أن يحصل على يعني مبلغ مالي يتم دفعه مرة واحدة شهريا ويجب أن يتم خفض قيمة المساعدات المالية اللي يحصل عليها الطفل كلما كان راتب العائلة أعلى الموضوع الآخر المهم اللي تتناقش به هذه الأحزاب وتريد أن تطبقه في حال يعني تشكيلها للحكومة أو في حال حكومها لألمانيا وأصبح أولاف شولتس مستشار ألمانيا موضوع الهجرة والتجنيس تتفق الأحزاب الثلاثة حاليا على عمل قانون جديد للهجرة والتجنيس ويريدون قانون حديث يجلب فقط من تحتاج ألمانيا من العمال الماهرة نتكلم عن قانون هجرة مثلا طبيب يتقن الألمانية هناك حاجة لأطباء يتم تسهيل هجرته أو مهندس مثلا مدني يتقن الألمانية أو مصلح طائرات مثلا أو ممرض تحتاج ألمانيا بالوقت الحالي يجب أن يتم تسهيل هجرته مع شرط اللغة يجب أن يأتي جاهز لكي يحصل على عمل بشكل مباشر الأحزاب الثلاثة تعتقد أنه يجب أن تكون هذه شروط الهجرة الجديدة وليست الهجرة العشوائية واللجوء الذي لم ينفع ألمانيا الذي حصل في عام 2015 كون الأنباء تشير إلى أنه أكثر من ثلاثة أرباع اللاجئين الذين أتوا في عام 2015 لا يزالون حاليا يحصلون على مساعدات الجوب سنتر والسوسيال هناك تفاهمات كبيرة بخصوص تسهيل الإقامة الدائمية وتقصير مدة الجنسية الألمانية بالنسبة للموجودين في ألمانيا من المهاجرين والتفاهمات هي أن تكون أربع سنوات مدة الحصول على الجنسية الألمانية حسب رغبة الحزب الديمقراطي الحر أو خمسة سنوات حسب رغبة حزب الخضر هذه هي بصورة عامة والأمر يشمل اللاجئين والمهاجرين على حد سواء طبعا مع تحقيق بقية الشروط الأخرى من سجل نظيف واللغة وعمل واندماج وامتحان الجنسية الفرق الذي يريدون عمله هو إلغاء مدة الانتظار ثمانية سنوات وجعل المدة أقصر كي يصبح الكفاح أو يعني الجنسية هي هدف سهل الوصول لذلك الناس سوف تفعل كثير من الأشياء تندمج وتعمل من أجل أن يحصلون عليه بالوقت الحالي الأمر يعتبر صعب ومن أصعب الشروط في دول الاتحاد الأوروبي أصدقائي رح نيجي الموضوع الآخر بسرعة وباختصار عندنا أمر آخر مهم اللي هو غرامات جديدة يراد أن يتم تطبيقها على السيارات طبعا البندسغات أو المجلس الاتحادي الألماني يريد اليوم أن يقرر قوانين جديدة من شأنها جعل عقوبات وغرامات السائقين أعلى بكثير من أي وقت مضى وزير النقل الفدرالي الألماني أندرياس شويا اليوم يعني يشرح بفيديو عن خطط الحكومة الألمانية لحماية راكبية الدراجات الهوائية المحافظة للبيئة وأكد أن هدف الحكومة هو جعل ركوب الدراجات الهوائية أكثر إغراءا من قيادة السيارات وجعل الدراجة الهوائية أكثر أمانا لذلك سوف يتم تغيير القوانين من أجل حماية الناس وحماية سائقين دراجات الهوائية سوف تتضاعف حسب كلام وزير النقل ستتضاعف غرامات الركن بمعابر الدراجات أو بخطوط الدراجات الهوائية وسوف تتضاعف غرامات السرعة على وجه التحديد في المناطق الحضرية أو بالمدينة الشاحنات من ناحية أخرى سوف يتم تشديد الإجراءات عليها وحتى سوف تجبر على الإعطاف ببطء كبير جدا يعني رح تجبر على الإعطاف ببطء شديد بالمنعطفات في داخل المدن كاميرات المراقبة على السيارات سوف تزداد حتى يتم استياد السيارات التي يعني تشتاز السرعة من ناحية أخرى من يسير بالمدينة بزيادة 20 كيلو متر عن السرعة المعينة مثلا أنت تمشي بشارع سرعة فيه 30 كيلو أنت يعني مشيت أكثر من 30 كيلو بعشرين كيلو متر يريدون أن يتم يعني إمكانية سحب إجهازة سياق الشخص إجهازة سياقة الشخص في حال تجاوزة للسرعة بهذا القدر يعني إذا 30 شارع أنت تمشي 50 سوف تسحب إجهازة سياقتك وهذا الأمر وقع عليه مئة ألف شخص عبر نادي السيارات أو يعني عبر ADAC بالأيام القادمة سوف تصبح غرامات السرعة الزائدة يعني لما تصير 15 كيلو متر أكثر من السرعة المسموحة مثلا أنت بشارع حدود سرعة 50 مشيت 65 30 مشيت 45 70 مشيت 85 سوف تصبح الغرامة 70 يورو بدلا من 20 يورو ركن السيارات الخاطئ سوف يكلف ثلاثة أضعاف ما هو عليه الآن وقد يصل لمئة يورو إذا كان ركن السيارة بممر الدراجات أصدقائي هذا كان ما تم نقل اليوم من اجتماع البندس غات ومن خطة وزير النقل ليعني ضرائب أو لغرامات أعلى على سياقة السيارات من أجل تسهيل أمر الدراجات الهوائية في ألمانيا أصدقائي وصلنا نهاية الفيديو إن شاء الله يرى بكم استفاديته تحياتي لكم رب يحفظكم نلتقي في فيديو آخر قريبا مع السلامة